شوف أنا توقفت أنا كنت أستمعي للنقاش توقفت عند عديد عديد المصطلحات والنقاط تحدثت منذ قليل عزيز على بارادو وقال لك هذه الأكاديمية الأسطورية لا علاقة لبارادو بالأسطورة يا عزيز بارادو هو نموذج جميل لكن ليس 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 أسطوري أسطوري في الجزائر ليس أسطوري يا عزيز أنا أدافع على هذه الفكرة لا لا عندما أتكلم عن الأسطورة لأني منذ منذ أنت خط العالم الإعلان تقريبا 11 سنة ولا 12 سنة ما لقيتش أنه أكاديمية خرجت لاعبين مثل هذه عندما تقارن بإتعاد العاصمة بشباب الوزداد مولودية وهران نصر حسين داي كانت خرجوا لاعبين لكن فقط عام عام نصر حسين داي كانت تخرج هذه نقوله حالة نصر حسين داي فريق مكون أسطوري ليس بارادو دعني أشرح لك يا عزيز نحن نتحدث على عديد النقاط لكن يجب أن نكون دقيقين في استعمال المصطلحات وفي التحليل أنا أقول لك أولاً عندما نتحدث يا عماد على هذا التتويج نسينا أو نتناسى يعني سواء عمداً أو سهول نسينا اللاعبين الذين استقدمناهم من الفرق الأوروبية يا عباد ومدى مساهمتهم في هذه خمسة لاعبين ربما خمسة لاعبين ليه سألت كذلك عبدالحام؟ خمسة لاعبين؟ ثلاثة من الأوروب وواحد من المصر يلعب في الزمد وفي كندا الحالس في كندا مصر يسحمنا خمس لاعبين لذلك علينا أن التوقف عند هؤلاء منذ قليل قال لك جملة يعني مرت على مسامعنا مرور الكرام قال لك أنا أضحي ولا أشاهد عائلتي على مدار شهرين أتدري بأن أبنائنا في الخارج في فرنسا وأوروبا يعانون أيضاً من هذه النقطة يعانون من الغربة على مرتين هناك غربة واغتراب هؤلاء يعني يعيشون في ذيار الغربة وابنائهم يعيشون بعيداً عن الدفع العائلي ونأتي نحن في البلاطوهات ونذبح اللاعب المستقدم من الخارج ونقول هذا اللاعب اختار فرنسا وهذا اللاعب لأن فرنسا لم تحتضن أتى إلى الجزائر لذلك علينا أيضاً أن نحترم أبنائنا المستقدمين من الخارج هذه أول ملاحظة ثاني ملاحظة أنت قلت للشاب منذ قليل لقد فشلتم في دورة شمال إفريقيا ونجحتم في نهائيات كأس العرب المحتضنة بالجزائر هذا المصطلح لا يليق يا عماد لا نقول لهؤلاء الشباب لا قلت فشل ما قلت فشلتم لم يكن فشلاً يا عماد حتى في استعمال المصطلحات علينا أن نراعي السنة العمرية ونحن نخاطب هؤلاء نحن جانبنا الانتصار في بعض المباريات في دورة شمال إفريقيا أتدري لماذا؟ لأن رزقي رمان كان يفتقد للمباريات الودية وأخذ من دورة شمال إفريقيا كمباراة ودية للتحضير لماذا؟ للتحضير لنهائيات كأس أمم إفريقيا لأن حتى هذه الضورة التي فزنا بها هي دورة تحضيرية للهدف الأسمى والمنشود وهو كأس إفريقيا والتأهل إلى المونديان عندما نتحدث عن أكاديميات عودة لسؤالك عندما نتحدث على بارادو يجب أن نكون منطقيين في التحليل بارادو لا يكون يا عماد بارادو يقوم باستحضار اللاعبين هذا الشاب أتى من اتحاد العاصمة عطال أتى من بني دوالة وشبيبة القبائل والكثير من اللاعبين من سبعيني أتى من قسنطينا لذلك نادي بارادو لا نغلط الرأي العام أي نعم هو نموذج حي وهو الفريق المحترف الوحيد في الجزائر وأنا أبارك عمل بارادو لكن هناك لعبين تم تكوينهم بعض اللاعبين أكثرية اللاعبين يتم استقدامهم من بعض الأندية الأخرى فريد قطعت كلامك من الألمانية منذ سنوات عشر سنين سنين الألمانية تكتوفى ألمانية كانت تنقل ربع الوطن كان يجلب اللاعبين شابه وهذا يفرق بين الفريق المكون عندما أتحدث عن ملاحة نصر حسين داي أو ملاحة حسين داي يا عماد الفريق كان يكون اللاعبين منذ سن البراعم حتى وهو يضخ بهم إلى الفريق الوطني وهو الفريق الوحيد الذي يمتلك عدد الكبير في اللاعبين المكونين في نصر حسين داي الذين شاركوا في أربع كؤوس عالمية لذلك عندما نتحدث عن كلمة أسطورة نعطي لكل فريق حقه فريق نصر حسين داي أسطوري في التكوين وفي مشاركة لعبه في المونديالات لكن نادي باردو وأنا لا أنقس من قيمة هذا النادي لأني أقول لك بأنه الوحيد الذي يستحق لقب نادي محترف بدليل أنه لا يستحق لا شركة ولا سبونسور نادي باردو يموي نفسه بنفسه من خلال تصدير هؤلاء اللاعبين إلى الخارج لكن نادي باردو لا يكون يا عماد نادي باردو يأخذ اللاعبين من مختلف النوادي ويقوم برعايتهم ومنحهم ماذا؟ قال لك منذ قليل عندما كنت في اتحاد العاصبة كنت أذهب للتداريب وأعود خفى حنين لماذا؟ لأني لا أستطيع أن أجل ذلك المستطيل الذي أتدرب عليه نحن نتحدث على إمكانيات عندما يستمع هذا المشاهد إلى هذا البلاطو يخيل له وكأننا نطالب بإمكانيات ضخمة نحن لا نتحدث على هذه الإمكانيات التي تتوفر عليها لمصية في البارسة وبقية الفرق في إفريقيا وليس في أوروبا نتكلم على الإمكانيات الموجودة في مدرسة سنيف كايطة وما إلى ذلك هؤلاء الشبان عندما يأتون لمبارزة الأفارقة سوف يختلف النقاش والتحليل وسوف نجابه فرق قوية لأننا في إفريقيا سوف نتطلع إلى المستوى العالمي أتدري لماذا؟ لأن معظم المنتخبات الإفريقية في الفئات السنية هم أبطال العالم لذلك سوف نخوذ كأس إفريقيا بمستوى عالمي هنا سوف نحكم على مستوى أولئك الشبان أمر مهم تتحدث